السلام عليكم اهلا وسلم بكم بقناة اخبار العراق قبل ما بلش في قراءة الخبر اتمنى ان تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى توصلك الاخبار اول باول طبعا خبرنا اليوم مجموعة وظائف في شركات اهلية الخبر النشر بتاريخ خمسة اثناش طبعا اول خبر ويانا شركة الموان لزيوت السيارات في بغداد شارع الرشيد بحاجة الى مندوب مبيعات في الشروط المطلوبة طبعا جميع هذا الكلام كل اللي راح احتيه موجود بوصف الفيديو اضغط على عنوان الفيديو يطلع لك الوصف كل هذا اللي راح احتيه موجود بالوصف ارقامهم وايميلاتهم كلها بالوصف الشروط المطلوبة انه من سكنة محافظة بغداد يمتلك سيارة شهادة بكالوريوس والافضلية لمن لديه خبرة سابقة في مجال بيع زيوت المحركات ان يكون عمره بين 22 الى 35 سنة زيان مميزات الوظيفة شنو راتب اسمي ثابت مخصصات نقل مخصصات اتصال حوافز شهرية مرتبطة بتحقيق المبيعات على الراغبين بالتقديم ارسال السيرة الذاتية الى الرقم رقم موجود بالوصف زيان خبرنا الثاني يعني المأحد المميز الابتدائي للتدريس الخصوصي في الغدير عن حاجته الى معلمة او مدرسة رياضيات ابتدائي في سكنه زيونة او المناطق القريبة حصرا والراتب يحدد بعد الاتصال والمقابلة مديرة المأحد هذا الرقم قدامكم موجود بالوصف فرصة عمل هذا خبرنا الثالث فرصة عمل مطلوب عاملة خدمة في روضة فتافيت السكر الاهلية في الاعظمية قرب جامع الانبياء مقابل دائرة بلدية الاعظمية من يرغب يرجى مراجعة الرضا والاستفسار على هذا الرقم ايضا الرقم موجود خبرنا الرابع اعلان شركة فن الجمال في بغداد حي الجامعة والمختصة بالكوزماتيك بحاجة الى موظف محاسب خريج محاسبة يتقن العمل على برنامج البيان وبرامج الحاسبة ويفضل ان تكون لديه خبرة مسبقة في العمل علما ان الراتب جيد من يجد نفسه مستوفي للشروط اعلى الاتصال على الهواتف التالية وارسال السيفي ترسل السيفي يعني ملفك الشخصي دراستك وكل شيء عنك ترسله لهذا الرقم والارقام كلها موجودة بالوصف تعلن شركة هذا خبرنا الخامس تعلن شركة جودي الدولية للتجارة عامة وتوكيلات تجارية بحاجة الى موظف في قسم المبيعات تفاصيل الوظيفة المنصب مندوب مبيعات ميداني مكان العمل بغداد الرصافة مقر الشركة بغداد جميلة الصناعية الراتب اسمي يحدد بعد المقابلة زائد نسبة مبيعات يعني يضطوك نسبة من المبيعات اللي انت تبيحها متطلبات العمل اولا التحصيل الدراسي شهادة باكالوريوس او اعدادية كحد ادنى يعني اقل حد انه انت عندك شهادة اعدادية يعني سادس اعدادي ولا ان توصل شهادة باكالوريوس اثنين لبق ولديه القابلية على شرح كافة المواد والمناقشة مع الشخص المسؤول ثلاثة يمتلك سيارة شخصية للتنقل اربعة متفرغ للعمل خمسة له القابلية لتحمل ضغوط العمل ستة له القابلية في التنقل في مختلف مناطق بغداد الرصافة وحسب حاجة العمل وتوجيهات المشرف المباشر سيتم تحديد موعد المقابلات بعد ان يتم ارسال السيرة الذاتية المحدثة من قبلكم عبر الفايبر او الواتساب على الرقم والرقم موجود بالوصف زين عدنا خبرنا السادس صالون نسائي بحاجة الى كوافيرة محترفة خبرة لا تقل عن سنة تجيد عمل التاتو والليزر وتعديل وتجميل العرائس في المكان المكان في التاجي حي الشهداء 24 ابو عظام الراتب خمسمائة الف شهريا للاستفسار هذا الرقم الاتصال على هذا الرقم خبرنا السابع تعلن شركة هندسية عن حاجتها الى موظف مبيعات للعمل في مجال التسويق وادارة الدورات التدريبية وحسب الشروط التالية ان يمتلك القدرة والمهارات اللازمة لتحقيق عمليات البيع بشكل كفوق مع ادارة جميع العمليات الادارية واللوجستية الخاصة بالتدريب متمرس في استخدام البرامج المكتبية التالية المايكروسوفت وورد والاكسل واند الباور بوينت ذلك لازم يعرف بيهن يتم تقديم السيرة الذاتية بصيغة البيدي اف مع ارفاق صورة شخصية حديثة والشهادات الحاصل عليها المتقدم ان وجدت وكتابة عنوان الايميل بالطريقة التالية الاسم المدينة التحصيل الدراسي يعني تكتب الاسم وتخلي خط المدينة وتخلي خط والتحصيل الدراسي مع ذكر الاجابة على الاسئلة التالية في الايميل لازم تجواب على هذه الاسئلة هل لديك سيارة؟ هل لديك استعداد للسفر خارج العراق؟ ما هو مستوى تحدثك باللغة الانجليزية؟ يعني من عشرة تقيم نفسك من عشرة؟ هل عملت سابقا كموظف مبيعات؟ الرجاء توضيح خبرتك بالتفصيل مع ذكر مكان العمل يرجى ارسال طلب التقديم الى الايميل التالي هذا الايميل اذا راح تركه لكم بالوصف هذا الايميل مكان العمل بغداد ساحة الاندلس علما بان العمل هو داخل وخارج الشركة اوقات الدوام من 8 صباحا حتى الرابع عصرا من السبت الى الخميس الراتب 500 دولار يعني يطلع تقريبا 550 او 600 الف يعني المأحد الغدير الكائن في بغداد الشعب حي التجارة عن حاجته الى مدرس او مدرسة لغة انجليزية على من يجد في نفسه التفرغ والكفاءة الاتصال على الرقم التالي الرقم ايضا هذا راح تركه لكم بالوصف شرط ان يكون من سكنة المنطقة او المناطق القريبة منها طبعا هذا هي كانت اخبارنا لهذا اليوم لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى توصلكم الاخبار العاجلة ونشوفكم في فيديو اخر في امان الله اشتركوا في القناة